موسيقى ماذا تكلمنا عنه نريد أن نرى ماذا تكلمنا عن الحصص السابقة تكلمنا في الحصص السابقة عن الوضع السياسي في العالم العربي العالم قبيل الحرب العالمية الأولى تكلمنا عن الوضع في قارة أمريكا في قارة أمريكا تكلمنا عنها أن أمريكا توها جديدة توها مستقلة وتريد الانفكاك من أوروبا التي كانت مسيطرة عليها فهذا الوضع في أمريكا لا تريد الدخول في الحرب أو لها صلة في أوروبا. تكلمنا عن القارة الأفريقية الوضع السياسي في قارة أفريقيا إنها هي مكان سرقة الثروات. ثروات اقتصادية ثروات زراعية. كلها أخذت وأرسلت إلى أوروبا وهي مكان الدول المستعمرة مستعمرة. تكلمنا كذلك في قارة آسيا في قارة وضع السياسي قبيل الحرب. إنها كانت مكان استعمار. استعمرتها بريطانيا. استعمرت الهند. ونهبت ثرواتها. مثل ما قلنا اللي هو مكان منطقة التوابل. كذلك ظهرت دول في شرق آسيا زي اليابان والصين في آسيا. واستطاعت أنها تشكل مناطق قوة في العالم. تكلمنا كذلك عن في القارة الأوروبية. في القارة الأوروبية الوضع السياسي هي مكان الحرب. فكان الحرب كلها قامت وبدأت وانتهت في القارة الأوروبية. خلنا نشوف نقطة أخرى كذلك. تكلمنا كذلك عن أسباب الحرب العالمية الأولى. تكلمنا عن أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. الأسباب الغير مباشرة تكلمنا عن الأزمات الدولية الأزمات الدولية المشاكل الدولية تكلمنا زي أزمة مراكش اللي صارت فيه. في المغرب بين ألمانيا وفرنسا تكلمنا عن أزمة البلقان بين النمسا وبعد الحسار الدولة العثمانية ودخول روسيا في البلقان بين صربيا وجبل الأسود واليونان. تكلمنا عن سباق التسلح. التطور السريع في الأسلحة. التقنية. أسلحة برية جوية بحرية. دبابات طائرات سباق سريع في التسلح. التنافس الاقتصادي بين الدول الأوروبية والتطور الاقتصادي الذي حدث أدى إلى هذا من أسباب الحرب العالمية. قيام التحالفات الدولية تكلمنا كذلك مثال تحالف الأباطرة الإمبراطوريات تحالف الثلاثي تحالف الوفاغ كل هذه التحالفات حدثت هذه من أسباب غير مباشرة كذلك تكلمنا نحص السابقة عن السبب المباشر للحرب العالمية الأولى وهي مقتل ولي عهد النمسا وزوجته على يد طالب صربي أثناء زيارتهم لمدينة سريفو في البوسة وارسة تكلمنا عنها وأن قتلهم وبعد المقتل هذا قامت الحرب العالمية الأولى تكلمنا كذلك في الحصة السابقة عن نتائج الحرب العالمية الأولى تكلمنا أنها صارت خسائر بشرية كبيرة مقتل 9 مليون تكلمنا عن خسائر مادية تدمير محاصيل زراعية تدمير مدن تدمير طرق تدمير مصانع دمرت كثير خسائر كبيرة حصلت الثالث تكلمنا عن تفقق الدولة العثمانية الدولة العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تفقكت وانحسرت فقط في تركيا واستعمرت باقي مناطقها تكلمنا عن اتساء مساحة بعض الدول الأوروبية وتقلص مساحتها زي مساحة بريطانيا توسعت فرنسا توسعت إيطاليا توسعت بينما تقلصت دول المحور الدول المهزومة مثال ألمانيا والنمسا صار في تقلص انشاء بعض المنظمات الدولية زي منظمة الأمم المتحدة جديدة تأسست لمنع قيام أي حروب عالمية أخرى كذلك كثير من ملدان العالم العربي تحت الانتداب فصار فيه انتداب بريطاني وفرنسي وسيطروا على كثير من الدول العربية هل يتكلمنا عنها الحصة السابقة نرغم اليوم هنتكلم عن آثار الحرب العالمية الأولى على إيش؟ على إيش؟ على العالم العربي على العالم العربي آثار الحرب العالمية الأولى على العالم العربي حنتكلم قبل الحرب وحنتكلم بعد الحرب قبل الحرب إيش كان؟ حنتشوف الآن قبل الحرب يقول كانت بعض بلدان العالم العربي تحت الاستعمار الفرنسي تحت الاستعمار الفرنسي مثال عندنا مثلا الجزائر عندنا مثلا أطراف من تونس عندنا بعض أطراف من المغرب كلها كانت تحت الاستعمار الفرنسي ولا ننسى من ضمن الأزمات أزمة مراكش اللي كانت في المغرب هذا أول شيء بعض بلدان العربية كانت تحت الاستعمار الفرنسي أجزاء من شفى الجزائر العربية والعراق والشام كانت تحت النفوذ العثماني كانت مسيطرة عليها الدولة العثمانية بعض أجزاء من شفى الجزيرة العربية العراق بلاد الشام كانت تحت النفوذ العثماني كانت تحت النفوذ العثماني هذا قبل الحرب العالمية كان يوجد فرنسيين عثمانيين مسيطرين طيب ايش اللي حصل بعد هل في أحداث أخرى؟ نعم قيام جمعيات سرية معارضة معارضة هدفها القضاء على العثمانيين وين كانت في تركيا الهدف منها قضاء على العثمانيين ومصيبة أنها نجحت نجحت بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني في عام 1908 سقطت الدولة العثمانية في عام 1908 وظهرت طيب لما سقطت ظهرت دولة تركيا الجديدة أو يسمونها التتريك التتريك طيب ظهرت عندنا جمعيات سرية وأسقطت الدولة العثمانية مقابل لها إيش مقابلها؟ مقابلها تأسى الجمعيات قومية عربية مناوئة للجمعيات هذه تنادي بالاستقلال عن تركيا الجديدة لماذا؟ أليست مسلمة؟ أليست تدعو الإسلام؟ نعم ولكنها انتهجت تركيا الجديدة انتهجت سياسة التتريك تحويل كل شيء إلى التركية التركية حتى الأذان حوله بالتركي فانتهجوا سياسة التتريك مما أدى إلى قيام جمعيات قومية عربية تنادي بالاستقلال عن تركيا الجديدة التي انتهجت سياسة التتريك نرجع نعيد قبل الحرب ماذا كان موجود؟ عندنا قبل الحرب كانت بعض أجزاء كانت بعض بلدان العالم العربي تحت الحكم استعمار الفرنسي هذا أول واحدة أجزاء من شبه الجزيرة العربية والعراق والشام كانت تحت الحكم العثماني طيب أي شيء آخر؟ قيام جمعيات سرية معارضة هدفها القضاء على الدولة العثمانية ونجحت ونجحت بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني في عام 1908 وأسقطت حكم السلطان عبد الحميد الثاني وظهرت دولة تركيا الجديدة طيب إيش مقابلها؟ هل استولوا فقط؟ لا تأسد جمعيات قومية عربية أخرى مقابل لها تنادي بالاستقلال عن تركيا الجديدة لماذا؟ بعد انتهاجها سياسة التتريك سياسة التتريك هذا قبل الحرب طيب بعد الحرب إيش اللي حصل؟ سوف ننظر بعد الحرب بعد الحرب أو أثناء الحرب دخول تركيا في الحرب ضد الإنجليز والفرنسيين تركيا دخلت ضد الإنجليز والفرنسيين ليش دخلت؟ بطلب من ألمانيا طيب وهل مباشرة تطلب منها ألمانيا تدخل؟ لا الإنجليز والفرنسيين كانوا فرنسا كانت مستعمرة جزء وكان ما في ود بين الدولة التركية والإنجليز والفرنسيين فلما قامت الحرب دخلت مباشرة الدولة التركية في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا ضد الإنجليز والفرنسيين طيب نقطة أخرى انضمام اليهود أوه هذا وش جابهم؟ انضمام اليهود إلى حلفاء من البريطانيين طيب كيف انضم مقابل تأسيس وطن لهم في فلسطين طيب كيف انضم اليهود؟ انضمام اليهود إلى حلفاء من البريطانيين كيف انضموا؟ انضموا بالدعم بالدعم المادي بالدعم اللوجستي بتقديم الخدمات لدول الحلفاء للدعم فقاموا يدعمونهم دعم مادي دول الحلفاء يدعمون البريطاني مادياً يدعمون لوجستياً تقنية التطور جواسيس كل هذا دعم مقابل ليش؟ عشان سودعيون البريطانيين؟ لا مقابل تأسيس وطن لهم ما عندهم وطن ما عندهم وين؟ في فلسطين انضموا الهدف تأسيس وطن لهم في فلسطين ووافقت بريطانيا إذا أخذتها حتى أعطيهم طيب ايش اللي حصل؟ هذا في تركيا؟ هذا في فلسطين؟ نقطة أخرى إعلان الشريف حسين بن علي من هو الشريف حسين بن علي؟ هو حاكم الحجاز في ذلك الوقت قيام الثورة العربية ضد الحكم التركي طيب ايش دخله هو حسين بن علي؟ تقوم من اللي أوزعله ذاك؟ اللي أعطاه المجال هم البريطانيين شجعوه لقيام ثورة عربية ضد الحكم التركي يا الشريف حسين وراح نعطيك الملك ونعطيك الحكم فقام بالثورة العربية وقام بتدمير وحرب وحتى أنه قام بتدمير سكة سكة قطار الحجاز سكة قطار الحجاز دمرها وقضى عليها ودمر كثير من الأماكن بإعاز من البريطانيين بعد قيام الثورة العربية صار عندنا دخول تركيا انضمام اليهود إعلان الشريف قيام الثورة طيب إيش اللي حصل هل أعطوه البريطانيين الوعد اللي أعطوه وعدوه إياه أن يخلونه ملك على العرب لا نقض بريطانيا بوعدها للشريف حسين بن علي نقضت مباشرة بتنصيبه ملكا على العرب هذه من الأحداث اللي حصلت طيب مقابلها 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 كانت بريطانيا موقعة معاهدة اسمه معاهدة سايكس بيكو سايكس البريطاني وبيكو الفرنسي المعاهدة هذه هي معاهدة تقسيم تقسيم الدول العربية وتم تقسيم الدول العربية لبنان وسوريا الفرنسا فلسطين والأردن والعراق وبعضها تزامش بجزي عربية لبريطانيا وتم تقسيم المناطق كلها بينهم بالاتفاقية هذه معاهدة سايكس بيكو صار عندنا الآن دخول تركيا انضمام اليهود الآن الشريف الثورة العربية نقض البريطانيين بوعدهم ومعاهدة سايكس كسبيكو والأخيرة والأدهى والأمر وعد وعد بلفور وعد بلفور الذي وعد اليهود بعطائهم في فلسطين نتكلم عن موقف المملكة العربية السعودية موقف المملكة العربية السعودية كانت الحرب العالمية الأولى كانت في عام 1332 في عام 1332 في ذلك الوقت كانت الدولة السعودية في نشأتها 1319 الرياض وتطورت واخذت بلاد النجد وشمال المملكة السعودية وقامت المملكة السعودية ولكن بداياتها عندما نشأت نشبت الحرب كان ملكة عبدالعزيز منشغلا بتوحيد البلاد وكان يراقب تطورات الحرب ويتخذ موقفا منها محايدا هذا أول شيء من الحرب وعندما طلبت منه بريطانيا التعاون معها في حملتها ضد العثمانيين لم يوافق ولم يتخذ موقف مساندا ضد آخر شخص آخر حماية لماذا؟ حماية لمصالح بلاده وشعبه لأن الحرب دمار على كل مكان تأتي فيه وهو بداية نشأته ويحاول يثبت بلاده وعندما قامت الثورة العربية التي قام بها من؟ الشريف حسين بن علي أثناء الحرب اتخذ الملك عبدالعزيز موقف محايدا وتابع أحداثها بكل اهتمام للتأكد من سلامة بلاده من أي آثار سلبية يسببها هذه الثورة العربية صار عندنا موقف المنوكبية السعودية هو موقف محايد من الحرب ولم يوافق ولم يوافق ولم يوافق للانضمام لا إلى البريطانيين ولا إلى العثمانيين هو موقف من الثورة العربية موقفا محايدا لأنه يتابع من بعيد الآثار السلبية التي ممكن أن تسببها هذا بالنسبة لنا موقف المملكة العربية السعودية من الحرب العالمية صار عندنا موقف محايد موقف محايد بكذا انتهى الدرس معكم أستاذ عبدالله نزي معلم الاجتماعية